اهلا وسهلا بكم انا محمد جمال ودي قناة معلومات وتقنيات ان شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم مع بعض عن برنامج مميز جدا وجميل جدا وعاوزين نحطي تحت جدا مية خط لان برنامج النهاردة بيقدم لنا عظمة نكمل معا الفيديو للنهاية وانتح تحكم بنفسك وقبل ما اخش في الشرح اتمنى لو الفيديو عجبك تضغط لايك وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش ده اقل دعم ممكن تقدمهن ويلا بنا اخش في الشرح على اهلا بكم مرة تالية كما وضحنا في مقدمة الفيديو برنامج النهاردة جميل جدا ومميز جدا البرنامج ضروري يكون عندك على الجهاز لانك هتحتاجه بعد الفورمات او بعد تنزيل نسخة الويندوز والبرنامج لا غنى عنه انا شخصيا بستعمله من سنوات البرنامج بيدم معانا 13 ميزة وممكن اكتر من كده كمان هنستعرفهم مع بعض مبدئا كده خلينا نتعرف على اسم البرنامج اللي هنتكلم عنه النهاردة وهو برنامج patch my pc وده رابط الموقع الرسمي للبرنامج ان شاء الله انا هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت لو جينا هنا نزلنا بالسكرول هنلاقي عندنا انه بتتم عملية اصلاح وتحديث للبرنامج بشكل دوري هنا عندنا بيتم عملية ازالة للبرامج تحسينات للبرامج هنلاقي تواريخ عمليات التعديل وايه اللي ترق لو انت حابق تتطرف وتقرأ هنلاقي عندنا توارير عمليات الاضافة او الاسلاح او التحسيل للبرامج هنا زي ما احنا قلنا بيتم بشكل دوري لو نزلنا تحت هنلاقي ان فيه برامج تم عسفها عندنا هنا مجموعة برامج تم ازالتها كان عندنا الاد بلوك ومجموعة ادوبي فلاش كل ده كان موجود في البرنامج تم ايه عملية التحسيز بشكل دوري زي ما احنا قلنا فالبرنامج مميز جدا وهنشفح النهاردة مزايا من البرنامج مع بعض نيجي نعمل عملية ميل للبرنامج هنا عندنا دولود هوم ابديتر هاجي اضغط عليه واضغط كليك شمال هتبدأ تظهر معنا كلمة دولود باتش ماي بي سي هوم ابديتر وهنا ده اخر اصدار للبرنامج هاجي اقف عليه كده واضغط كليك شمال هيبدأ ينزل معايا البرنامج بالشكل ده انا نزلته وحطيته في فولدر اهو ده شكل البرنامج وهنستعرض مع بعض زي ما احنا قلنا هتبدأ تظهر معنا اول ميزة ان البرنامج مجاني تماما ودي حاجة مميزة جدا وانت مش هتصدق من كتر المميزات اللي بيدومها البرنامج ان البرنامج ده بيقدم خدمة مجانية ثاني ميزة معنا برضه ان حبم البرنامج صغير جدا اثنين ونص ميجا بايت لو جينا ضغطنا كليك يمين ونزلنا البروبرتس ضغطنا كليك شمال هيتبدأ يظهر معايا حكم البرنامج اثنين وسبعة واردعين ميجا بايت يعني اثنين ونص ميجا بايت اجل لا تذكر وبرضه هتستعجب على الامكانيات اللي بيدومها البرنامج على مساحته الصغيرة ثالث ميزة معانا على طول في البرنامج ان البرنامج ما بيحتاجش التسطيل وان النسخة اللي بتنزل للبرنامج هي نسخة محمولة يعني احنا لو جينا دلوقتي وضغطنا ضغطنا على البرنامج هيتبدأ يفتح معانا البرنامج بشكل دولي على طول بدون تسطيل ويظهر معانا ملف كده ده ملف قص بتشغيل البرنامج هيظهر البرنامج معانا بالشكل ده قلونا نكبر كده الصفحة هتيجي معانا رابع ميزة ان البرنامج بواجهة ثالثة جدا وجميلة وسهلة الاستخدام عندنا فوق هنا بيظهر معانا نسخة الويندوز اللي موجودة على الجهاز ورقم المعالج هنا 64 بيت كمان بيظهر معانا اسم الجهاز في تاني خانة هنا بيظهر معانا اسم الجهاز بتاعنا هللاحظ كمان ان عندنا ان الاوامر ناحية الشمال اللي بتظهر معانا دي معمولة بشكل عمودي وده بيسهل علينا عملية الاستخدام عندنا الاول حاجة هنا التطبيقات وهنا بيجي معانا الميزة الخامسة اللي بيضمها البرنامج البرنامج بيضم برامج في القائمة الاولى بيتم تثبيتها على عادي جدا وعندنا في القائمة التانية بيضم برامج محمولة يعني بدون تسطيب زي البرنامج اللي احنا شغالين عليه اللي هو باتش ماي بي سي وزي الرفوس اللي احنا شرحنا قبل كده على القناة نسخة برضو محمولة ما بحتاجش ان انا اعمل عملية تسطيب للبرنامج مسافة مفتح البرنامج بيشتغل معايا على طول لو جينا هنا وضغطنا على ايد الكل هللاحظ عندنا ان البرنامج بيضم 218 برنامج لو جينا اقددنا على البرامج المحمولة كمان هللاحظ عندنا ان الحدد بقى 250 برنامج هيبقى اجمالي البرامج اللي موجودة في البرنامج 250 برنامج وانا هتظهر معنا الميزة الستة ان البرنامج بيضم 250 برنامج جواه من افضل البرامج معظمنا بيستخدمها مقارنة بحجمه الصغير للبرنامج وده رقم رهيب جدا خلونا كده نشيل التحديد ونبدأ نفتح القايمة الاولى ونشوف ازاي هنفتار ونحدد مجموعة من البرامج وازاي بنقدر نستخدم البرنامج الوقت هنلاحظ عندنا ان مجموعة البرامج بيدمها البرنامج وزي ما احنا قلنا لو حددنا كل هنا دول 218 برنامج البرامج دي بيتم تصطيفها على كورس السي وهنا هتيجي معنا الميزة السبعة البرنامج مرتب ترتيب ابجدي يعني عندنا هنا البرامج ABC هنا لو جينا لاحزنا عندنا القايمة بتضم مجموعة برامج دي برامج الحماية هنلاقي عندنا الانتي فيروس عندنا التوتال سيكيوريتي الغاني عن التعريف وعندنا الافاس لو نزلنا هنا بحرف الا هنلاحظ عندنا هنا اهو الافاس هنا كمان الافي جي لو نزلنا بالسكرول كده ودخلنا البرامج المحمولة هنا كده نزلين مع بعض اهو هنيجي نفتح قيمة البرامج المحمولة لو نزلنا هنا هنلاقي عندنا كازبر غاني عن التعريف نازل معنا بنسخة محمولة عندنا كمان البيت دي بندر للحماية ال-USB من الملفات الضرة لا تتنقل من جهاز لجهاز أيضاً لو تلعنا بالسكرول فوق عندنا ملفات الضغط بأنواحة عندنا 7-Z عندنا ال-One Rare لو نزلنا هنا بالسكرول على حرف ال-W هنا هننزل زي ما احنا قلنا انه هو بترتب معنا البرنامج ترتيب أبجادي نلاحظ عندنا هذه ال-One Rare أيضاً لو تلعنا فوق عندنا البرنامج Any Disk الشهير البرنامج التحكم عن بعض موجود معنا في القائمة البرامج المثبتة وكمان لو نزلنا تحت بالسكرول هنلاقي منه نسخة محمولة عندنا كمان البرنامج بيدوم المتصفحات المشهورة زي Google Chrome والFirefox والأوبرا لو نزلنا هنا حرف ال-O هنلاحظ عندنا هذه الأوبرا لو تلعنا فوق كده عند حرف ال-G هذه الجوجل كروم البرنامج جميل جداً ومميز ولازم يكون عندك وحنشرح ازاي دلوقتي طريقة استخدامه عشان هيغنيك عن عجات كتير جداً يعني انت عندك هنا 250 برنامج لو موجودين على الجهاز عندك كبيرة جداً من البرنامج البرنامج كميل جداً ومميز وهنشوف ازاي طريقة استخدام البرنامج مع بعض كما انا عندنا فوق في السيرش تقدر تعمل عملية بحث لو جينا كتبنا هنا وضغطنا Enter هيبدأ يظهر معايا البرنامج زي ما احنا شايفين لو في منه نسخة متوفرة لو جينا ضغطنا Enter ثاني هيبدأ يظهر معايا البرنامج ثاني ولو نلاحظ ان انا كده اتنقلت وطلعنا فوق حاجة بسيطة كده الاحظ ان عندي كمان نسخة محمولة اقدر اعمله اعمالية تنزيل بدون تسطيب على كرسي سي واقدر استخدمه فدي حاجة مميزة جداً انا متأكد دلوقتي ان انت بتقول ايه العظمة دي بس كمل معايا ولسه هنشوف في عظمة جاية اكتر من كده بكتير خلونا دلوقتي نحدد كام برنامج مع بعض خلونا نطلع فوق دلوقتي ونحدد مع بعض كام برنامج كده هاجي دلوقتي احدد برنامج مشغل الموسيقى ده مثلاً هننزل هناخد مثلاً نسخة الروفوس لو جينا هنا لاحظنا هنلاقي عندنا ثلاث برامج هيتم تنزيلها لو جينا وقفنا هنا وضغطنا كليك شمال كده هيبدأ يديني اسماء البرامج اللي انا محددها حدديني برنامج مشغل الموسيقى زي ما احنا شايفين وعندنا هنا برنامج وعندنا برنامج الروفوس لو جينا هنا ضغطنا اوكي وحددنا اي برنامج تاني وليكن الكاسبر هنا هتبدأ يظهر معنا العدد وهيبدأ في زيادة اربعة لو جينا وقفنا عليه كده هنلاقيه بيقول لي ان انا حملت اضافة لبرنامج الكاسبر لو انا حاوز انزله على الجهاز عندي فدي ميزة بتسهل علينا عملية المراجعة البرامج اخترناها هنشيل دلوقتي الكاسبر انا مش محتاجه وهنيجي مع بعض علشان نعمل عملية التنزيل للبرامج بعد ما حددنا البرامج بتاعتنا هنيجي نضغط على علشان نعمل عملية التنزيل للبرامج على الجهاز عندي لو جيت ضغطت هنا هاتبدأ عملية الترابط للبرامج التلات البرامج بدون تدخل مني هنا بيتم المؤشر هنا وح attracted طبعا عملية الترابط للبرنامج وهنا عندنا مساحة البرنامج 18 و 15 ميجا بايت هنا عندنا اول برنامج نزل معنا وهنا بيتم عملية التنزيل وضع صامت هنا اول برنامج نجح معنا التاني برنامج دخل بدون تدخل من هنا برنامج بيظهر معنا زي ما احنا شايفين كده لو عاوز اعمل حملية cancel البرنامج اقدر من هنا واضغط click شمال هيبدأ ي cancel معي ثاني برنامج طبعا البرامج كلها مساحتها صغيرة هنا الroofus تم حملية تنزيل بنجاح هنا بيقول لي هو نزل بين بالزبط هنا بيقول لي في desktop ونزلته لك انا جوه بلف بولدر طبعا زي ما احنا شايفين تم تنزيل وتسطيب البرامج بدون تدخل مني حاجة ممتازة جدا هنا بتيجي تحدد البرامج بتاعتك زي ما احنا قلنا يارب اتحدد ال 250 برنامج وتيجي تضغط علي في reform هنا بيبدأ ينزل البرامج عندك على الجهاز وبتبدأ عملية التسطيب للبرنامج كل برنامج تلوي التاني حاجة جميلة جدا يعني وهنا عندنا هنلاقي القايمة عندنا احنا كنا محددين 3 برامج بيقول لي 3 من 3 تم تسطيبه لو جينا هنا ضغطنا على click mail هيقول لي ان هو عمل حملية تنزيل وتسطيب للبرامج بتاعتك وكمان لو جيت نزلت بالبرنامج هنا بيبدأ يعمل shortcut للبرامج نقدر نستخدمها دلوقتي ده طبعا الشرطي cut بتاعت البرامج اللي بيتم تسطيبها على كورس السيل اما البرامج اللي احنا محددينها زي الرفوس هنلاقيها عندنا هنا عملي folder خاص بالبرامج اللي هي بيتم تنزيلها نسخة محمولة لو جينا فتحنا هنا الفولدر ده هنلاقي جوه عندنا الرفوس وزي ما احنا شايفين نسخة محمولة جنبه لو جينا ضغطنا عليه double click كده هيبدأ يفتح معايا البرنامج بشكل دوري وانا بيقول لي محتاج update لو جينا ضغطنا لوقتي علشان ما طولش وقت الفيديو هيبدأ ينزل معانا نسخة محمولة زي ما احنا هو كنا بدون تسطيب اي برنامج محمولة يتم تنزيله من البرنامج وتحديده ينزل معانا في الفولدر ده برنامج ضروري جدا يكون عندك بعد عملية الفرماطة او تسطيب نسخة الويندوز سيرياحك جدا ويغنيك وهيوفر عليك وقت كبير جدا ان شاء الله هنكمل باقي المميزات للبرنامج الجميل والعظيم جدا وهتبقى اقوى من كده بكتير في الجزء الثاني ان شاء الله انا حبيت اعملها لكم على جزئين علشان الفيديو ميتولش علينا فطبعا الجزء الثاني هيبقى جميل جدا المميزات اللي فيه اقوى من كده بكتير وخرافة انصحك ما تفوتك فما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يجي لك اشعار بنزول الجزء الثاني ان شاء الله واضغط لنا لايك لو الفيديو عجبك واشوفكم في الجزء الثاني ان شاء الله كان معكم محمد جمال ممكانات معلومات وتقنيات مع السلام اشتركوا في القناة